أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وعلى هو اتبع هداه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله مرحبا بكم مع هذا هدى ومع أستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله مرحبا مرحبا الله يرضى عليكم مرحبا أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق الله يبقى يا رب يا رب يا رب وأن يديم فضيلتك سبب هداية يا رب يدعنا وإياكم أحد حتايا للأمة جمعاء يباركيكم يا رب جماهير المسلمين نحن في مجلس من مجالس الذكر ومجالس العلم وإن الملائكة تتفقد هذه المجالس فتكتب من حضر ويسجل من شهد هذا المجلس وإن أهل الجنة لا يندمون على شيء من أمر الدنيا إلا على وقت خلى من ذكر الله عز وجل فاجلس بنية طلب العلم واجلس بنية الذاكرين أستاذنا الدكتور عمر في الحلقة الماضية تعرضنا لقوله تعالى فاجتنب الرجس من الأوثان المقطع الثاني واجتنب قول الزور والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عد قول الزور وشهادة الزور من الكبائر بل هي الكبيرة التي كررها حتى قال الصحابة ليته سكب وضبها رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الدين المعاملة والمعاملة قسمان معاملة المخلوق للخالق ومعاملة المخلوق للمخلوق معاملة المخلوق للخالق لا تكون إلا بتوحيد خالص واجتناب الرجس من الأوثان أيًا كانت صورته فإذا خرص للعبد توحيده وجب عليه أن يحسن معاملة من وحده وهم خلقه وهم عيال الله فإذا تجرأ العبد وقام بالظلم عباد الله عن طريق قول الزور فهنا هدم النصف الثاني من هذا الدين وهدم مستقبله في الآخرة بأنه اقتطع حق امرئ بشهادته أو حرم حق امرئ حق بشهادته أو أنه أضاف شيئاً لا يجب أن يضيفه وحدف شيئاً ما كان يجب له أن يحذفه عندئذ كل الأمور تغفر معدى الشيك طبعاً بالله ثم معدى مظالم العباد يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرت لكم فتصالحوا فيهيم العباد بينهم بين بعض على أي وطيرة تقول الأم يا ولدي كان صدر لك ثقاء وبطن لك وعاء وحجر لك وطاء هل من حسنة عندك ينفعني في الده هذا اليوم يقول يا أمه أنا لا أنكر شائع من ذلك هل أنت عندك من حسنة خرمت يوم يفر المرء منها فإذا يوم الفرار ويوم التناد الذي يزرع شجرة قول الزور لا يجني إلا النار يوم القيامة لأنه أشعل نار الدنيا نار الحسد نار الحق ونار المظالم ونار الظلم لعباد الله هذه النيرانة التي تحرق الأخضر وليبت وتحرق الإيمان داخل قلب المسلم وتطمس قلبه لأنه لا يجب أبدا إلا أن يقول الصدق بس الكارثة الكبرى الناس تظن أن قول الزور يعني أذهب في المحكمة عند القاضي ويقول زوره خرص مباركتك هذا ما كتبته الآن لأسأل فضلتك فيه هذا ما يعرفه الناس عن قول الزور الشهادة في المحكمة بعشرة جنيه في قضية أنا إذا جاءتني ابنتي تشكو زوجها أو بنت أختي أو بنت أخوية فأقول لها أول ما أجلس مع الولد أو مسؤولا أو أدبت قصيدة أمدح بها وزيرا معينا له نخائصه أقصد بهذا أمر معين أو أهدف إلى مصلحة معينة هذا قول الزور طب لو نظرنا السلم من أسفل ها يكوني أرقي موظف لا يستأهل التنقية هذه قول الزور وتعمد قول الزور وعمل الزور ليس قولا يجتنبوا إيه ويجتنبوا قول الزور مش عملوا كمان ده ما شاء الله ده رئيس خسم سلم من أسفل ده رئيس خسم انتقل كمان من القول العمل ده 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 فعلها فوضع ما اللي يستحق في مكان اللي يجب أن يضع هذا قول الزور وهذا عمل الزور أي صورة من صورة تدليس على شو يعني الذي يعني يسرق آآ بيضة هو لس والذي يسرق يسرق حقوق الناس لسه كبير والذي يسرق حقوق الناس عن طريق قول الزور هذا نسه الأكبر فاللصوصية درجات هذا عميد معهد اللصوصية آه يعني هذا تربع على عرش اللصوصية لأنه اقتطع من حقوق الناس لآخر ولذلك أن ليه في الإسلام ينحى في الشهادة الولد لأبيه الفرع الأصل أو الأصل الفرع ليه؟ عشان ما يدخلش فيها ربنا بيحمينها من أنفسنا بيحمينها من نفسنا بيحمينها من نفس لأنه مهما يكون طب ليه؟ طب لو المرأة جلست تقضي بين الناس طب رئيس لحقابة النقد يحصل إيه؟ دخل عليها قضية امرأة مظلومة وهي أطلب مظلومة من زوجها أو من أبيها أو من أخيها ألا يدخل في الناس ألا هوى؟ يدخل الله بيحمينها من أنفسنا ويبع علينا منهج إحنا بيحمي الضبط إيه؟ إنما ماثل وماثل كماثل رجلا أوقض نارا فجعل الجناد والفرع تنازم من حولها وأنا أخذ بحجزكم وإنهم تتقحمون ده مصر يعني ما ليبعدني يقولني خلي باله الطريق ده من نوع الدخول يروح داخل إيه ناجد سائر أخوات شو يعمل إيه؟ يعمل مصير نعم هي كده يصطدم مع قوانين الفطرة مش هتوافقه معها شوف شوف اجتنبوا الرجسة من الأوثان وعلى نفس الوتيرة واجتنبوا قونا الزور ولم تأتي هذا الاجتناب إلا في هذه الايه؟ فيها تاني وفي الخبر يعني حتى المكان اللي فيه الزور الله ورد عليك ما تدخلوش موطن الزور نفسه موطن الزور التحت ليه يعني أمرنا أن ندخل بالقدم اليسرى لدورة المياه ودور القضاء ما كان فيه تقاضي القاضي ده بشر وكير نيابه بشر أدخل باليسرى إن فيه ظلم ومنظوم فيه ظلم فخلي بالك دعمي زي الديار التي إن دخلتمها أما أي أن تسرعوا أو تدخلوا أي باكين هي نفس القضية كما فعل بأشياء هم من قبل فأنا ليه لأن لو وجد إنسان يعذب أمامه مسلم هو يستطيع أن ينصره فلم ينصره حجب عن الجنة يوم القيامة ليه لأنه شهد زورا وقابله فكأن ما قال زورا فكأن ما قال إذا السكوت عن الزور زور زور كلام بالزور طيب على شهيب عندنا أستاذنا نقد ذاتي نعم ولو السادة الأفضل العلماء والدعاء قد يتحدثوا فيما يخص أمراض الأمة بعيد عن أمراض هذا الوسط والدعاء ده وسط من الأوسط لما في مفتي زور طيب وده أسوأ أنواع الزور ليه لأن استغدال الدين لأمور الدنيا هذه كارثة كبيرة هذا أسوأ أنواع الزور لأن الله أخذ على العلماء نثاقا كما أخذه على النبيين أم يبينونه للناس ولا يبطلون لأن أحد الدعاء الكبار احتجب عنه أحد مريديه درسه واثنين فسهل عنه افتقده أين كنت قال لقد قلت لأمير المؤمنين يا مهدي وهذا الرجل لا يعرف كيف وهو لا يعرف الاهتداء قال والله قصدته أنه كان في المهد فالنسب النسب إلى المهد مهدي وهي مصر مصري شام شامي هذا النسب في النحو فهو منسوب إلى المهدي الذي جاء منه فأنا أقصد أنه مهدي للأخلاق ولكن هذه من قبل المعريض مندوح عن الكذب فانظر إلى دقة التقاط أذن المريض عن شيخه أنه لا يقبل منه أن يصف هذا الرجل المهدي وإلا لأن الناس كلها تدجم هذا العالم يقول هكذا هذه ختمة حصانة طب خلي طلاب العلم يتعلموا هذا الأمر ونقف عنده نعم إذن العالم الشيخ ليس معصوما هو ليس معصوما وما أسمعه منه إذا كانت فيه مخالفة الشرع يقول أنه أقول له هذه المخالفة وأنصحه الدين مصيحة ولكن بشروطها نعم يعني بعيدا عن الناس ليس على الملأ وإلى آخر بالرفق بالأدب ونذكره أن كل الناس يردون على كل الناس وما عدم معصوما ولا توجد متابعا على البعض لا 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 بالعكس وهذا المريض أكثر حبا لشيخه من المريض الذي يسقط لأن الحياء خرر كله والحياء شر عندما أستحي من الحق وإن الله لا يستحي من الحق نعم يعني إذا كان أمر ليس حياء لا ده ضعف لسلبية والسلبية لا تخلق قائدا ناجحا أبدا السلبية لا تخلق إلا شيء كده مما يعرف السبع أن يأكلها من فعل نعايزين إيجابيات والإيجابية أن ننبه وقال كل الناس أفقه منك ابن الخطاب وسعب يقول لا جلوس ولا استماع من أين هذا الثوب يا عمر فلما عالم قد نجلس ونستمع فليس هذا تجريحا لعمر وليس هذا يعني خوضا في شيء ولكن هذه النصيحة ليست جرأة من سعد لا بالعكس هذا أدب هذا أدب عاري وسعد عندئذ أكثر حبا لعمر من الذين سكتوا أو من غيره لا يحب أن يرى عمر أو أن يراه الناس موضع التغمى الله يبقى عليك لأنه غيور على الدين الذي يمثله عمر فعندما ينصحه إنما ينصحه فيه إيه يجلي وجه الحقيقة فجو أنظر إلى هذا التوافق الغريب والعجيب فيجتنبوا الرجسة من الأوثان ويجتنبوا قول الزور قول الزور أن يأتي يعني ابن أخيدي وهو غير مؤهل وأعينه لأنني رئيس مؤسسة وهناك عشرات من الأولاد ومن الشباب أكثر كفاءة وخبرة وعلما ونقاء منه ولكن يولى هذا هذه كانتة كبيرة هذا قول الزور وإذا بنية الأمة أو استمرت الأمة على هذا فيتصدع الزور وتسقط عنه فإذا نصوها قائل الزور ونصوها شيطان الأخرص ممتاز أستاذنا ممتاز فيما أفهم من فضلتك إذن كلمة قول الزور الزور ليس فقط مجرد الكلام إنما السكوت ممكن أن يكون زور ما هو لا إله إلا الله العلماء كنا نعرفهم كعلماء إذا قالوا تعلمنا منه وإن سكتوا تعلمنا منه والعالم مسؤول عن سكوته يعني لما تعرض على عالم يأخذ منه رأي أو فتوى في قضية مهمة كبيرة جدا فإذا سكته فيلوث بالسكوت لا هذه خيانة أمانة وقول الزور وإذا ما يتكلم هذا قائل للزور قائل للزور بفعله بسكوته لأنه ماذا ينتظر منه أن يجلي وجهة الحقيقة طب لم يجلي وجهة الحقيقة فماذا نصنع سبحان الله يعني لما رأت امرأة أمرا وجهة لوجه فجأة أسقطت ما في بطنها حصلها انشهاض فسأل أمر الصحاب هل علي من غرة يعني في معقول يعني 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 قال قال يا المؤمن وحدة جبانة خوافة وشفتك مرة هي أعصابها متوترة نمنى قال علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لا ينفعوك أنت كنت سبب في اسقاط ما في بطنها عليك غير فقرات المسألة ما تهي وبعد ذلك إن أم كلثوم زوجتي أرسلت إلى زوجته رقم يعني شيئا من طيب وعطور ردت على الأخرى بعلبة من الجواهر والحلي كل بروط على يد دم هل لنا من حق في هذا علي والد أم كلثوم والذي يقول له لا يا أمير المؤمنين والذي يفصل لا 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 يا أمير المؤمنين تأخذ زوجتك من يساوي ثمن طيبها وعطورها ويود الباقي لبيتمان المسلمين إحنا متأكدين أن الهديات بتاعة أم كلثوم دي من أموالها الخاصة وما دي زوجش عمر مش منها الحد لكن يرجع الباقي لبيتمان المسلمين هكذا توزن الأمور إن لم يصنع غير هذا فهو قائل للزوج ما ينفع؟ لأن المعلم الأول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لا قطعت بيدها إذا ما ينفعش قول ما ينفعش ما ينفعش جملة مؤترضة ولكنها في قول الزور نعم من يقولون زورا إن عليا عدا عداه عمر كيف ينظروا إلى الواقع الثابتة زواج عمر من أم كلثوم بنت فاطمة وعلي ما يقول لك زوجة قهرة إذا إذا يجلد أمير المؤمنين من شجاعاتي المعروفة أهم السبب به أخص الصفات أهم السبب لا لا شوف الذي يريد أن يقف على رأسه نحن نلقي له بالا هو حر لما يتعد بإيه فالرديه يعني بإيه يبقى يقولوا إيه فالرديه يتكلمني يعني كده ما أما يقف على رأسه يتكلمني أنا بصراحة غلط يعني الخطأ من الخطأ أن أنزل ومن الصواد أم أصعده يعني كده واحد واقف على رأسه لا أسأل أقول لك أنزل وأكلمه من فاح ما فاح ما فاح هو لازم يتعرفه ما فاح ما ينفع يتعدل أشوف قالت الزبابة للنخلة يا نخلة تماسكي أنا أوشكت عن أطير فضحكت النخلة وقالت أنا ما شعرت بك عندما حططي فكيف أشعر بك إذا طرتي فما فيش داعي نكلم من يقف على رأسه لا 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 وكذاك راكب رأسه في هذه الدنيا العجيبة كما قال العقات لا لا إذا راكب رأسه إذاك هو يركب بعد عنه إحنا بنركب مواصلات عددية ويركب رأسه وحور لكن لا تركب الرؤوس طب هل التصويت لم يكن مثلا في انتخابات في نقابة معينة نتكلم عن نقابة أي انتخابات نعم أي انتخابات لما هذا في وأدلي بصوتي في انتخاب نقابة فرعية أو نقابة رئيسية وأترك الأولى والأفضل والأصلح لمجاملة لقريب أو نسيب أو عرض دنيوي هذي عدد من قول الزور ده من نصوص قول الزور ده من أساسيات قول الزور نقول علي المادة الخام صنع منها الزور من خان في نقابة خان في رقابة خان دولة خال عالم الإسلامي نعم هي كده هي كده يعني لم يمكن لهذا الدين إلا بأن قال الناس الصدق وصنع الناس الصدق هو بينه وبينه وبينه حر لكن أنا بينه وبين الناس يجب أن لا يكون مزورا لا يكون مزورا لا منفعش لأن التزوير في أي صورة من صورة هذه الكارثة كبرى يجب أن يراجع حساباته وتوقف ويعيد حساباته كده ويضع الأمور في أولوياتها ويرى لأن الكلمة سوف يحسب علي ما يرفض من قبل فتخيل أنه بيرفظ ويفاعل ويقول له كمان يعني منظر ومسؤولية يضع لي مثلا رجل يعني لا يتق الله وعلي إذا كنا كنا في مؤتمر عن الاتجارب البشر ثم أنا منصور الاتجارب البشر أن تولي علي إنسان مسؤول في المصطح والمؤسسة أو مدير أو غيره أو غيره أو غيره وهو رجل أصلا لا يستحقق يكون في هذا المكان هل تتجرب بحياتي وتتجرب بأيامي وتتجرب بما ولك الله عز وجل أن تولي علي إنسان نصب هذا صور من قبل الزور يعني تتعدى إلى أقصى مراحل نعم يعني عمر الله يبدو عندما تجربوا له واحد من أهل الكتاب عشان يمسك بيت المال أتأتون لي بمن يستحيل للروشا ما أقول هذا الكلام أقول فين الولاية؟ فين الولاية والبراء؟ أهلا لما تميع الأمور ده قصة أخرى يعني معذرة أنا شمحمد ومن يضحك ده زمن الغواني فإن لا تحرك للدفوف طيب أخر قطاع احنا اتكلمنا عن موظف الزور ومدور الزور ونقاب الزور ومفتي الزور والساكت بالزور أيوة عن الزور عن الزور طيب محمي الزور هذا الهدى هذا الهدى هذا الهدى هذا الهدى فملأ فوادك باليقين وبرده أترافع عن تاج المخدرات؟ ما أقول هذا الكلام؟ أدفع عن من يمتهن وبعد نقول حرية التعبير سبحان الله العظيم يجب أن يتقي يا رب العبادة عز وجل أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيد الرجل الذي يريد أن يشهد وأخرجه من المسجد وقال أترى قرص الشم قال نعم يا رسول الله قال علامة دي فاشهد قال اعفني يا رسول الله منفعش شايف الحق واضح كده؟ حلس لما كنا في ربوع الأزهر الشريف في صعيد مصر ودرس لنا باب الشهادة قبل أن ندخل إلى باب القضاء ودرسوا لنا أحكام الشاهد وصفات الشاهد الشيخ أذكر يومها قال قبل أن ندخل في باب القضاء هل يجوز في من نعرف الآن أن يتولى أحد منصب الشهادة قبل أن ندخل إلى باب القضاء لأن شروط الشهادة يجب أن تدرس وانا ما أقول إذا كنت أريدت همت أمة أسبوع دي تاجري عن رجل أعمال وانا ما درسوش فقه البيوع إزاي أنا أقول شيخ محمد وقول تعالى يا ابن درسك فقه البيوع عشان تعرف الحرارة والحرارة إزاي يعني؟ الله هو أنا أقول سيارة من غير رخصة؟ لا طب أقول مؤسسة من غير فقه بيوع أروح أزوج الوالد من غير ما يعرف فقه الزوجية؟ أزوج ابندي من غير ما تعرف الحرار والحرار؟ لا صحنا سيبين كل يعني شوف لما تحسب المية وعشرة آية آيات العبادات في القرآن بالنسبة للستة رابتين ستة وتلاتين آية يطلع جزء إلى اتنين وستين جزء المسلمين مسكين في الجزء ولم يكتامل بعد وسب واحد ستين جزء معطل فذلك احنا شايفين الصورة مهزوزة إيفادت أن ثلاثة مليون أروام في الحرم في العمرة ولا الحج إيفادت أن المسجد مليعا آخر يوم الجمعة دين مصنص شفاهنا ورش المحمد لما يخطب الجمعة ويحذرنا وينذرنا ويرغبنا ويرغبنا وباحدين أخرج برا المسجد تاني يوم الصور حينها ويحرفع قضية على أخويا وعلى أبويا بالحجر يعني نحن لابد من إعادة حساباتنا نريد أن نولد داخل أنفسنا مسلمين صادقين لا يكذبون على أنفسهم قبل أن يكذبوا على الآخر نعم حنفاء لله غير مشركين به نعم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيح حنفاء يعني يعني الدين الخالص لا يكون إلا في قلب الحنيفي الذي على أو خليدي المذهب الذي جاء بالحنيفي السمحة وتبعه حفيده صلى الله وسلم وتركنا على المحجة البيضاء حنفاء لله يعني يعني ما أتعبد به رب العبادة عز وجل يجب أن يكون لله خالصا العرب كانوا سموا الأحنف أستاذنا سموا الأحنف ابن قيس ايه مفهومه معنى الأحنف يعني هو العرب هو زي بالضبط لما أم أبي بكر أنجبتها قال ما سميته سميته عتيقا عتيق اسمه في العرب لماذا كي عتيقه الله من النار عجب قبل الاستمر بعين سنة أو ثلاثين سنة يعني سبحان الله يعني في هذه اللمحة طيب انت عبد المطلب هتسميه محمد ليه غير محمد في الأرض ومحمود في السماء أو لا الله هذه الهمات الأحنف ابن قيس لما سمي الأحنف صار حليم العرب يعني ليس في قلبه إلا الله فالعرب كان عنده القضية وهو كان لأن تبع الهدى معك من تخطب من أرضين هو أنكر وجود الله ولكن سألتهم من خلق السماء في الأرض هو عنده يقين بس هو الصورة عنده مشوشة لسه كان مما ايه موقفش على ذلك لسه ما زال على أم رأسه واقفه طيب قبل البعثة النبوية وقبل الرسالة المحمدية عرف في جزيرة العرب طائفة يقال لها الحلفاء عبو استيحاً كتبتب iga مستيحاً جدًا ما اقتل المวกه حيانة وقبل الصيادة مستيحاً الدلسالة الساء الملابقات ماذا تستع ربة الدرد تاني يوم الصباح؟ بتعملها بالايه بالليفة والصابون وتصبينها وتخسينها عشان تويتها مرة اخر طيب هو لما ظهر هذا السناج حجب ايه نور المصباح؟ لكن هالا انطفق؟ لا لا تنتفق الفطرة ولكن تغطى وبعدين اما ان يتركها مغطاة فينتهي على هذا وخلاص ما استفدناش من نور الاصباح او ان يحاول ان ايه ان يجليها فالحنفاء دون كالناس تركوا عقولهم تعمل دون هوا يعني يقال ان اعظم ما وصف به ابن قيم الجوزية شيقه ابن تيمية قالوا يا راكو ابن تيمية لخص بعجب في كلمتين قال ابن تيمية قهر الهوى حتى تجنبه الهوى بهذا العلوب السامق وصف التنميذ استاذه قهر الهوى حتى تجنبه خرص الهوى خرج مهزوما من هذه المعركة ابن ما الذي يصيره قلبه النقي وعقله النابط بهذا المنطق فالمسألة ان الحنفاء دون نحو الهوى الجانبه وانا نقول دائما لاخواننا في الانسانية في اوروبا وفي الغرب اتركوا الهوى وتعادوا دروس الموضوع دراسة عقلية انتو تجدون العقل ونحن في ديننا لا يكلف الا العقل لا يكلف في ديننا غير عقل النائم لا يكلف الصبي لا يكلف المجنون لا يكلف غائب العقل لا يكلف السكران احيان فقاه يقوله طلقوا يقع طلقوا يقع لكن هو مغيب فالمغيب ده مش شغلتنا احنا شغلتنا العقل طيب انت ليه دخل الهوى ما انت لما دخلت الهوى في العقل صار العقل سكرانا سكر الهوى سكر الهوى اسكره في غيبه نعم فلما غنيب العقل لما يقول تصبح الشاشة امامه واضحة فأصبحت الاشخاص امامه الحقق امامه مهزوزة طيب فضلتك في ثنائي الحديث الطيب الماتع ذكرت انه اصل الضوء اصل الفطرة ويبقى عند الانسان لا يخبو نعم لا يخبو ابدا طيب سيدنا ابراهيم وهو رمز الحنفية السمحة وهو طفل اصطحبه ابوه الى المعبد الاكبر مع الكهان ووجد الكاهن رئيس الكاهنة يتضرع الى كبير الاصنام فسل يده من يد والده وذهب الى هذا القص الاعظم وقال له سيد الكاهن هون عليك فانه لا يسمع طيب دي الشامعة مازالت متقدة هذا الضوء اما لاح في اعين النظارة لا هم طمس الله اعينهم فلا يروا الا هواهم الهوى غطى قال له الشعب غطى هواك وما القى على بصري هوا هوا غطى فرأت الحنفساء بنتها لؤلؤة مضيئة ها واحنا اقول لك شيء تعال احنا في البيئات العربية العربية بتاعك ومسلا عندنا ولد او بنت مولود كده شكله مش كده يعني ابوه معتظر ان البنت دي ملك الجمال العالم ويداعبها كده شوف هو شاف ايه انت لا ترى الا بعين الحقيقة لانا ما عندكش هوا قولها الله يا اخي الواجه سبحان الله دي شعرها عم لسي لا يله الا الله امها ماذا ترى فيها ترى فيها يعني مليكة الجماحل تمام فالهوى غطى على حقاق الامور خلاص يا رجل يا مومن ده ابو نواس كان يحب امرأة السوداء قال احبها احب لحبها السودانة حتى احب لحبها السوداء الكلابي حتى فالهوى خلاص انتهى يعني عند الهوى خلاص هوا هوا حبك الشيء يعمل يوصم يعمل يوصم وذلك يقال حتى في علم الاجتماع وفي السليب التربية يقول افضل عادة ان لا تكون لك عادة في ناس لو ان يصحب الصبح يشهدك بالشاك يشهدك بالجانب قهواتا يا ابن ما يعيش حاجة اغير كده بعيبا عن شيء مما صنع اوجده لك ربك يعني ان يصير هو الذي يقودك فالهوى عندما يقود الكارثة تصير لا 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 سبحان الله الزباية للعوام لما احد المنافقين احتد عليه في قضية الارض وبعد الرسول حكم للزباية ولا تحكم لابن عمك لان ابن عمك لان ابن عمك شو ده اعمى القلب فكر الرسول يحكم بالهوى حين الحكم كان بالفضل رده رجاله للعادة رجاله للعادة لما تسكر غير الجذور فاذا نحن اذا نحينا الهوى تقدم القلب المضيء والعقل المستنير يقول الانسان الخير طيب التأكيد او استاذنا حنفاء خلاص الاحنف ده ملع عن الشرك واتجهل الايمان لكن غير المشركين اوعد دخل شوية الشوائب من الرياء انت عايز تعمل ايه يعني يعني الكوهين ينعي ولد ويصلح سعاد ما ينفعش انت تنعي ولدك ولا تعمل اعلام فهو ده ده المنطق بتاع ايه بعض الذين خالطت ايمان قلوبهم شركا فانه وما رو يا اخي ان برضو لما نعطلق باب فلان ونقول له كلمتين طيبين يلينوا يعين الولد طيب عايزك غير مشركين به طيب وما رو برضو ان الطبيب ده حسن من الطبيب ده وربني يجعل في يده الشفاء ان شاء الله لا 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 اتمنى الله لكن لو ذهدت الى هذا المسلك وانا اريد تعيين الولد وانا على يقين ان هذا الرجل سبب بس فقط فقط ولا يعد هذا ولا ارجوه ولا اخافه نعم ولا ارجو ولا اخافه واعلم انه لا يملك من الامر شيئا بس خلاص انما اذا اراد الله عز وجل ان يسلم له اصحر سمعه اهلا وسهلا اهلا وسهلا من نظل يرفض الخير خير وبرك خير وبرك الناس اللي الموا بشئ من الشرك يعني ليس دائما الانسان في معهامة التوحيد الكبيرة لكن احيانا ان يقع في الشرك هو لا يعرف هو يستغفر الله لما يعلم ولما لا يعلم وانما شفاء العيي السؤال هما العلماء موجودين دي ولو راح سأل الشمحمد انا عندي شعور كده في الميزان ده يسويه كاما المرأة لما تروح تقدر المجوهرات اللي عندها ازا كانت بتطلع زكاة مال مثلا ممن يقولون بجواز ابو وجوب وزكاة في ذهب الزينة مش تروح للجواهير تقولون ده كمها كيلوغراف شل المصنعية شل الخال اللي مش عارف الفصل لما يتحسب مش كده وداية راحة لمن؟ للخبير للخبير طيب انا لا ليه مرحش الخبير الله هو خبير بتاع العيون وخبير الأذن وخبير الساعات وخبير المباني مرحش الخبير بتاع الأخيرة طيب هذا الدائم يا استاذنا وانا فضلتك وضعت يدك على جرح اعراض الناس عن السؤال مع الحاجة اليه اقرب مثال واجلاه ما يحدث في الحج شفت الرجل شفت الرجل شفت ايه شافني كده انا كنت متحلن خلصت العمر يا مولانا انا كده في الشطة التلات عشر لسا عليها تاني واخد الصفة المرة زي صلاح سالي رايح جاي في حين العمر اربع كلمات ايه اللي جعل هذا الرجل ينفق الاموال ويسافر السفر البعيد ولا ماذهب الى شيخ يسأله عن هذا العمر لانه هو جاهده جعله عالم اشوف عبد الحامو الشركيش كان له تعبير لطير وليش خامر يا خواه مفيش عربي يقول الله هو اعلم ليه لما نعتبر على كل شي يا رجل ده وضع ضد الحلاق فيماك في السياسة في الفن وفي الدين وفي الكرة في الازمة الاقتصادية في طريقة حبها في السياسة الحكم والفرقة من الشيوعية والرأسمالية والكلمة في الإلحاد والوجودية طب وانا مع مين مع خبيل المتقفية في حين انا شايف ان الحلاق ده مواهبه تعتبر قليلة لو نظرنا الى اخيه ساق التاكسي اه هو هو ده في هذا المضبار الله اكبر عليه لا لا تاني ده دائرة معافية اقول لك ده انا كل يوم معايا شوف طالما عندي زهد زهد بجن في ان اذهب واقدف نفسي لأسأل خبير الدين نسميه كده الله مش لو الكشاف مع الكشاف هو ويجي من عنده بس هو الرجل الذي يعطيني المال على الخزنة في البنك او المصرف بيعمل ايه هو يكلمني ويعود ويعود ويطلع لك ورقة مزورة هو الرعاها مجرد ايه صار صيرافي طيب الفقيه بيعمل ايه مارس الفقه ومارس الدعوة واصبح خبير حتى بمن يسأل ابن عباس لما قال له هو للتقاتل تاوي ابن عباس نظر فيها شو قال قال له لا مفيش للتقاتل تاوي ولما المردين من حول غريها امام انت بالامس افتت واحد ان للتقاتل تاوي قالوا اللي قتل بالامس اللي كان قتل خراس يعني امتاع الوضرع ده لما رأيت وجهه مغطبا خشيته ان يقتل برخصة من ابن عباس ده لسه مقدم فالفتية قبل الفعلة دي ما يعرفها مين غير العالم غير الفقيه اللي درس حياة الناس والناس يجيلك في فتاوة شوف فاضلتك تقول ايه يعني يزهدون في ان يسألوا فيما هم لا ويتطوعون فيما لا يفكر ولم يحدث ولن يحدث هو مشغول ان الجن من النار طب كيف يحذف النار طب اللي في القطب الشمال اللي ما وصلتهمش لسه طليته وانا اللي بتحول يعرف عن اساب وهو جاهل رفع اليدين في تكبير الاحرام طيب ابتعد بالله عليك فمن يهديه من بعد الله يا رجل المهم ده رجل جاعت في اورصف ولا تحذرنا حاجه اهل الكتاب حتى الاخر الحديث لو دخل وجوه رضب لدخل تمو خلفهم اخرجوا الترمذي رجل جاعت في اورصف والله شجاع الترمذي هذا شجاع قلت ليه قال له اخرج الضب طب ده ينفع فيه تعديد ده ينفع فيه تعديد اخرج الضب ازاي ابن الحلال واستاذنا هذه الطرفة الرقيقة انا سمعتها من فضلتك في المانيا فنقلتها في مجتمع فيه بداوة فكان السؤال قال له من الهلمين اخرجوا بس بس انت صح صح بس كان مش الترمذي بس 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 وانت لا عندنا مشكلة مع الضب لا لا صح صح هو اصل ذنب ومعقد وحتى كان الرسول الله يحب ان يأكل بالتحديد 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 والوعيد الرعيد وما يشرك بالله فكأنما خرب للسماء تخطفه الطير او تأوي به الريح وفي مكان سعيق القضية ان الذي اشرك بالله قطع جذوره وعلائقه بالله عز وجل احنا احنا مرتبطين بالارض لقانون الجاذبية طب المؤمن مرتبط ليه ليه لنهار بربه لانه مرتبط بالجاذبية الايمان يعني انا مرتبط بالارض لو كفزت هنزل لو طريحت هنزل خلاص مرتبط بالجاذبية طب المؤمن حتى اذا ضل يرجع اذا ابتعد يعود اذا طار يهبط ليه لانه مرتبط بقعدة انه مع الله ولله وفي الله وبالله خلاص طيب هو اشرك بالله واعتمد على فلان وعلان انا خالي الوزير انا ابو يا فلان انا معيج فلان انا عندي مال انما اتيته على عيد ما اظن ان تبيد هذه ابدا كل الصور القديمة والحديثة موجودة ادان نراها فيعمل ايه فكأنما خر من السماء بعد ما كان في يجب ان يكون بفطرته وايمانه عاليا يحلق فوق الطيور فهو يعني كأنما خر من السماء القي خلاص ترك المصدر لما هوا من السماء لم يترك ولم يوخذ على كفه الراحة خلاص فتخطفه الطير الطير ايه كل طائر الهوى وطائر الطبع وطائر الانحراف وطائر مش عرف تعال هنا الاغنية وطائر الظلم كلها طيور طيور شريرة كلها جوارح كلها جوارح كلها جوارح ليس فيها طائر مستأنس كلها تخطف الطير او تهوي به الريح لو لم يحدث هذا اه او مع هذا ايضا وبدل اود وتهوي به الريح في مكان سحيق فبالله عليك هذا السورة المرعبة لانه قطع علائقه بالله انظر الى المسؤول الذي نافق ونافق الى انصاره جالسا على كرسي اول ما يقال من الوزارة اخشف كده على الضغط عنده شوفوا الكلسترول اخبره ايه شوفوا التوتر العصر اللي عنده وديه لطبيب اعصاب عايز طبيب نفسي عايز الشيخ محمد يوغل معه شوية عايز مكنن من الشيخ عمر عشان بس يهديه ليه لانه فجأة خرى من السماء من سمائه التي صنعها بنفسه السماء التي تمسك بها فايه تمسك عادرة بزائل فلما تمسك بزائل انا ابو الله يرحمه ممكن نقول جون العجيب يا ابني ما تبعدش على حجرة حابدة اول اللي يقع الا على الحجر ما تكون شي تابع خليك انت لعب نفسك او عب نفسك كده السائق الوزير ويقول له الوزير انت سائق منذ كم قالوا انا شغال في الوزارة هنا منذ اكثر من اشرين سنة قالوا هل تحب ان تكون وزيرا قالوا لا قالوا ليه قالوا نسابت انتوا بتروحوا تيوه بتغيروا تمام احد الوزارة في احد الدول العربية الكبيرة الاسلامية استيقظ صباحا فاخذ الجريدة الصحيفة من تحت الباب وكان خارج العاصمة فرأى ان الوزارة قد غيرت وهو اقيل وهو خارج الباب وهو خارج الباب تمام فتح الباب ينادي على السائق عشان ايه عشان ينزل معاه يعود الى العاصمة والسائق تركه وعاد الى مقر الادارة وتركه الوحيد تم استدعاء السائق انتهت الموضوع انتهت الموضوع يعني يعني الشيء لازم الشيء انت كنت مرتبط بده فهذه الكارثة لوعاها كل من يعني يريد ياخر لما تجيلك لوحدها خلاص جاءت ليوسف وما طلبها في ايه يعني في ايه تأتي ساعية تأتي ساعية وبعدين ياخد مسئولية خمسة احنا الواحد دماغه بيشت ما من امير يؤمر على عشرة نعم الا جاء في يوم القيامة مغللا بالاغلال نعم يفكوا عدله او يبقوا ظلم يعني موضوع المسئولية مش وزارة لا 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 ورأسة وزراء ورئاسة ده المسئول عن بيت عن مدرسة صح صح كلما كبرت المسئولية فهذه الكارثة فهذا التشبيه الخطير ويعني شوف التقريع بطريقة خر من السماء يا شيخ اول ما تقراها تشعر ان قلبك سقر في ركبك والله يعني يا الله خر من السماء هوى هوى سبحان الله وبعدين تخطفوا مش نازق كده مظلة تتفتح بعد شوية لا والطيور بدأت تتخطفوا لان طائر الهوى كان يحوم حوله من البداية فجاءت للطيور الهوى تلت ايا الذي استمد اليها والذي ضل له كلا سببا ايه من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه هي كده ولدلك شوفوا المنظور العجيب بس الطائر ده غير الطائر التاني سيدنا ابراهيم كان عايز ايه كان سيدنا ابراهيم قال او لا خذ اربعة من الطائر خذ اربعة من الحيوانات خذ اربعة من الحشرات وده اربعة من الكائنات البحرية قال لك لان همة الخليل عالية والطيور اغلب ما نراها محلقة عالية فتأت الهما مع بعضها اما ده طائر مختلف غير الطائر بتاع سيدنا ابراهيم ده ايه تغطفه الطائر التي تقتنص الضعاف من المخلوقات وهذا اضعف نفسه بعدم ايمانه بالله وبشركه فاصبح ضعيفه ده رب الطائر يلتقطه فهو شبه يعني هو ملقى ومرمن من فوق وبتهوي به الرية والطائر بتغطفه لانه اضعف من كل هذه القيانات ان ابراهيم كان امتا قانتا لله حنيفا ولن يكن من المشركين ايه نفس القضية حنفاء لله غير المشركين يعني كل ابراهيمين هو يعني كل صلاة اللهم اصلي على محمد نحن امة الوفاء طيب اذا انا اصلي على ابراهيم ولا اتبعه هي محبة ظاهرية انا ابن رميولين عايز ابويا اشتري قميص ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله اين المحبة بمناسبة القمصان والتسوق هو الحج راح للتسوق ولا راح للتوحيد هي من الواجب تكون راح للتوحيد هي مفروضة هكذا والامر الثاني كان حسن بص يسأل دعائيديا من الحج كيف كان حجكم والله كان كثير الماء كثير الظن كثير سبحان الله اللهم اننا اسألك المغفرة والتوبة اسألهم عن الاخرة فيكلموني في الدنيا انا اسألك عن الحج يقولي الفندق مريح والريحة لخمس نجوم اسألك عن الحج اخبار ايه قلبك عمل ايه بالحج ولكن ما حجه ولكن حجت الابن فالابن راح تحجه ويرجع معها الحقائب ومعها كالحج لنظرنا إلى ما فعلته أم إسماعيل سنجد كل أفعال أم إسماعيل تجرد التوحيد الخالص لله وطاعة إسماعيل لمرأة الوالد تصب في التوحيد الخالص لله عز وجل وعصيان أسرة إبراهيم كاملة إبراهيم عد أن إبراهيم كان أمه لكن الأسرة الإبراهيمية التي جاء منها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي علمت الدنيا التوحيد بأفعالها أفعال هذه الأسرة أصبحت لنا نسكا فنحن نتعبد الله تبارك وتعالى بما فعلته أم إسماعيل وبما فعله إسماعيل من رجم الشيطان وبما فعله إبراهيم وإننا إذ نمشي على آثار أقدام الأنبياء والصالحين فإننا في هذه البقاع نؤلم شهادة التوحيد الخالص المجرد الحلقات الماضية وما زلنا أيضا في هذه الحلقة ونحن نركز لإخواننا وأخواتنا على تجريد الإخلاص لله عز وجل وعلى الحفاظ على نقاء الوحدانية في قلب العباد لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بعض العلماء يقول هذه أصعب آية في القرآن نعم وبعضهم يقول هذه أرجى آية في القرآن الكريم وقد رأينا بعين الشيخ وعلمه مواطن الرجاء في هذه الآية ومواطن الخوف في هذه الآية ومثيلاتها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديب على أستاذنا نعمة البصر والبصير وأن تبصروا أقول المسلمين ويكون هذا هدى لكل من أراد أن يهتدي أن يجعل لنا ولكم هذه الأوقات في مزاد حسنات بعض إخواننا وأخواتنا بيقول لنا أحنا عايزين الدعاء من الشيخ عايزين دعوة فخر الحلقة من الشيخ وأنا ألبي هذه الرغبة فهم عايزين دعوة من فضلتك اللهم الصدر والسلام المبارك على سيدنا رسول سبحانك إلا فرجت ولا طالب إلا نجحت ولا مسافرا إلا غالما سانما إلا أهلي إلا وقد رددت ولا حاجة من حراج الدنيا فيها رضا سبحانه وتعالى يسر الصالحين بالصالحات بعضهم لبعض وعصومهم من شاطين الإنس والدن وإيانا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسرينا كثيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أترككم في أمن الله وأمانه على أمل بلقاء قادم ورحمة الله عليكم وبركاته وصحبه هذا هدى هذا هدى فملأ فؤادك باليقين وبالرضا واخذ الكتاب بقوة كي تسعدها فالعلمه في الطريق إلى المدى والله للإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسانات والإحساس ستجمعنا قناة الناس شاشة تأخذك للجنة مملكة للحب لغالي ممرأة انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج مملكة الحب وحلقة عن مكتبة الطفل المسلم مع الشيخ عبد الرحمن منصور يحاوره محمد المغربي هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية وعيهم يحتر دليلك أو تضل فيهم سبيلا ده السؤال في الدين أمانة والجواب عطي جيلا للفقه يفتيب بعلم ولتروح تسأل زميلة وعيهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء الفتاوى ونبدأ بارك الله فيكم بهذه الفتوى تقول السائلة زوجها حلف عليها قال علي الحرام من ديني إنك مطلحش لأهلك وبعد أسبوع أخذها وراه عند أهله هل يقع اليمين أم لا كلمة الحرام الذي يحلف بالحرام أو يحرم على نفسه شيئا أو نحو ذلك فإن هذا اليمين قد أفت فيه ابن عباس رضي الله عنهما لأن من حرم على نفسه شيئا فهي يمين يكفرها فعليه كفرت يمين وهذه لا تحسب طلقه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فبعدما ذكر تحريم هذا الشيء ذكر الله له تحلة اليمين فمن قال يحرم عليه دخل بيت فلان أو يحرم عليه هذا الطعام أو تحرم عليه أو يحرم عليه كذا فعليه كفارة يمين وهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز عمل صدقة جارية على روح أمي من مالي الخاص نعم يجوز أن تخرج صدقة جارية من مالك الخاص على روح أمك والدليل على ذلك قول سعد رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت أيدزئ عنها أن أتصدق عنها من مالي أيدزئ عنها أن أتصدق عنها قال نعم يدزئ وفي رواية ألها أجر إن تصدقت عنها قال نعم لها أجر فهذا دليل على وصول الأجر من المال الخاص حتى لو أن هذه المرأة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر